من دبي ينضم إلينا مازن العليوي الكاتب والمحلل والسياسي سيد مازن قرار واشنطن إرسال معدات دفاعية إلى الخليج ماذا يعني؟ إرسال قوات دفاعية أمريكية إلى الخليج بقرار قيادي وسيادي يعني الكثير وأهم ما يعنيه أن المسألة بلغت من الخطورة حدا لا يجب السكت عنه وحدا يستوجب الحذر من أي تحركات معادية للأمن للاقتصاد للاستقرار أي تحركات تصنف من دائرة الإرهاب أصلا إيران بكل وضوح باتت خطرا في المنطقة وإشارة الرئيس الأمريكي إلى ذلك واضحة وزيادة العقوبات وفرض عقوبات على البنك المركز الإيراني والقول بأن العقوبات هذه لا مثيل لها من قبل كل ذلك يعني أن إيران تشكل خطرا كبيرا على المنطقة والدفاع واجب والدفاع أيضا هو خيار لا بد منه أما موجود طائرات مسيرة تنطلق من أماكن غير معلونة غير معلونة إيران إن كانت لم تعترف لغاية الآن بأنها هي الفاعل لكن كل أصابع الاتهام تشير إليها وبالتالي لا بد من إيجاد خيارات دفاعية هل في اعتحادك سيد مازن أنه بالفعل يمكن أن يردع إيران وقدرات كبيرة لدول المنطقة في الحماية والدفاع عن الأمن أمر يبدو منطقيا في ظل الظروف الراهنة نعم سأعيد عليك السؤال إن كنت تسمعني سيد مازن في ظل هذه الخطوات الأمريكية هل تعتقد أن هذه الخطوة ستقوم بردع إيران خاصة وأنها تترافق مع عقوبات اقتصادية هي الأقوى منذ بدء فرض العقوبات على إيران إشكالية الردع لن يحدث إلا بشكل قاسي وصلم الخطوة هذه هي عمليا خطوة احتياطية لكن ليست ضمن نطاق الردع الردع جزء منه كان اقتصاديا الدفاع لا يعد ردعا بالمعنى العام وإنما يعد احتياطا الردع يكون بشكل أقوى وأقسى طبعا لا نود الحرب لا أحد يحب الحرب لكن قد تكون ذات يوم خيارا لا بد منه تجاه إيران إيران تناوش وتناور وتضرب سفنا ناقلة للنفط في الخليج وتحتز السفنا إلى آخره كل ذلك تحركات معادية من قبل إيران طيب عندما نتحدث عن ضربة محدودة لأنه لا تتحدث عنها لكن الخطوات هذه هي ربما هي تنبيهات قاسية لإيران كي ترتدع قليلا فأعتقد أن هناك خيارات أخرى يمكن اتخاذها من قبل الدول المؤثرة عالميا نعم طرحت عليك السؤال ولكن يبدو أنك لم تسمعني انتهت زمن المقابلة شكرا جزيلا لك من سيد مازن العلو العليوي الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا من دبي ترجمة نانسي قنقر